شايف تكلم شوها شايف كوديفور كوديفور قريبا عملت ما هو أشبه بالمعاجزة يعني وظروف خدمتها بكل تأكيد طبعا بس كوديفور عملت الخيال سواء على مستوى المدرب على مستوى اللاعبين على مستوى لعب زي سباستين هالر الراجل اللي كان عنده سرطان وقدر يرجع تاني لكرة القدم مدرب اللي ما كانش موجود في الصورة وهو اللي خد لقب البطولة كله أسير مبكرة كلمت عنه مبارح كثير واعتزل 28 سنة فالحكاية حلوة كده حكاية تتعامل فيلم تتعامل فيلم سيلي قصة خيالية يعني تتويج كوديفور باللقب تحس انها قصة خيالية انت فريق بيرجع من الموت زي ما قال امرس فاي في أحد المؤتمرات الصعفية انه ما كانوا بره البطولة وخلاص كان الفرقة تفككت ومدير فني ماشي والجهاز ماشي والعابة شبه خلاص مشت من معسكر ووجون لمنتخب المغرب بيرجع كوديفور تاني امرس فاي ممكن حتى جزء اللي تكلم فيه خليفة على موضوع التطوير الدفاعي وانه بدأ انه يدخل سليف نص الملعب ويزبط حتة الوسط الدفاعي اللي كان بيعاني منها منتخب كوديفور في خلال دور المجموعات وبدأ ماتش عماتش بدأ يكتشف اللعيبة اللي تخدم طريقة اللعبة بتاع كوديفور لو جيت بسيط حتى في النواحة الوجومية بدأ انه حتى يعدل بعض الأسماء وبعض اللعيبة في وقت من الوقت كان بيعتمد على بي بي ناحية الليمين بعد كده اعتمد على جريدل حتى الأكتر خبرة والأكتر سرعة في الحتة اللي قدام وبيديرو حلول هجومية كبيرة رغم من عمل السن كبير عنده رغم كده انه هو كان من عناصر الإجابية اللي كانت موجودة في المنتخب الإفواري ناحية التانية إدينجرا لعيب الموهوب لعيب الشاب لعيب برايتون الإنجليزي مكانش موجود في بداية البطولة مكانش متاح بسبب الإصابة كمان سبستيان هالل أنا انت اتكلمت عليه واحد من أفضل لعيبة في البطولة دخل التاريخ مع منتخب كوتيفوار كوتيفوار مبارح الفوز وقتبار أول فوز لمنتخب كوتيفوار خلال المباراة صحيح كل الأربع نهاية اللي عبوهم قبل كده كلهم سفر سفر وقت إضافي ضربات جزاء كسبوا بطلتين وخسروا بطلتين فلا جيل تاريخي والتطور اللي حصل المنتخب كوتيفوار والمراحل المختلفة خلال البطولة هي مراحل إعجازية سواء في النواحة الدفاعية سواء في النواحة الهجومية حتى التاكتكس اللي اعتمد عليه المدير الفني في إمريس فاي في البطولة لا خدم على منتخب كوتيفوار بشكل كبير واجبت حتى بصيره على أرقام منتخب كوتيفوار مبارح هو كلية الجيم كله منتخب نيجيريا رغم الأداء الكبير اللي اللي لعب به طوال البطولة اللي ما نظهرش في النهاء رغم الأول اللي تقدم في المباراة كان ضغط في بداية المباراة بشكل جيد لكن بعد كده اختفى من المباراة لو جيت حتى احنا وجبنا الأرقام بتاعة المطش بتاعة المباراة هتلاقي منتخب كوتيفوار سيطر على المباراة بشكل كبير وهو الأحق بالفوز أكتر فريق حاول على المرمى أكتر XG موجود أكسر الأربعة XG مبارح أربعة ونص تقريبا الأهداف المتوقع في المباراة لا هم يستحقوا اللقب بأمانة منتخب استغلوا كل الظروف اللي عنا منها طوال البطولة وحولها لصالحه في البطولة وقدروا نحق اللقب هايل جدا